السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باش مهنسين تلتة سنوية عملينيه يا رب القلوب خير طبعا امتحان الاستاتيكة لا تعليق السؤال ده معظم الناس اشتكت منه مش فهمة فكرته هتوصل للسعي للأسف شديد فكرته تلتة اعداتي شفت المفاجأة بعد ان السؤال ده عشان تحله لازم تكون كويس في تلتة اعداتي اولا الكوة في ترتيب دوري واحد ولا لا ايو يا استاذي با اول شرط اتحقق القوة في ترتيب دوري واحد علشان نحل حاجة زي دي مش كنا بنقول القوة على الضلع القوة الاولى على الف به بتساوي القوة التانية على به جيم بتساوي القوة التالتة على جيم دال بتساوي القوة الرابعة على دال الالف كل ده بيساوي ميم ايوه تلتة اعدادة هيبا يا باش مهنس تلتة اعدادة بتقولك بجمع مقدمات وتوالي النسب لاربعة بجمع مقدمات وتوالي النسب للاربعة هتبقى القوة الاولى زائد القوة التانية زائد القوة التالتة زائد القوة الرابعة على الضلعة الف به زائد به جيم زائد جيم ده زائد ده الالف اللي هو اسمه محيط شبه البنحارف الراجل قال لي ان انت لو جمعت القوة اذا كان مجموع القوة العددي يساوي تلت اخماس المحيط يبقى 3 على 5 من المحيط على المحيط نفسه ده يساوي ميم ومن هنا قدرنا نعرف ان ميم بتساوي 3 على 5 العزم كان بيساوي ايه 540 بيساوي القوة على الضلع اللي هي ميم يعني في 2 في مساحة الشكل 540 بتساوي 3 على 5 في 2 في المساحة يبقى المساحة طلعت 450 يا اس��터 عملنا المقص حلو مش المساحة دي عبارة أصلا عن ثلاث مسلسات متطبقة أدى مسلس اتنين ثلاثة هم عاوز مساحة واحد بس يبقى مساحة المسلس بتساوي مية وخمسين اللي هي ناتج ربع مية وخمسين على الثلاثة أتمنى لكم التوفية يا شباب السلام عليكم